السؤال ذا كده. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي إن the triangular prism below. point A. point A. اللي هي هنا دي. is the midpoint of QR. midpoint يعني نقطة لف النص. يعني بتقسم ذا كده نصين. QA و AR. حالو جد. and B is a vertex of the face PBS. شايفين P. is the vertex اللي هو PBS. اللي هو يعباره عن equilateral triangle. يعني كل sides at the body. يعني ده 5. ده 5. ده 5. حالو جد. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله أنا عايز الangle between line AB. يبقى أنا عايز between line AB. شايفين line AB. اللي هو هنا ده. وبتوين ايه تاني؟ between PQRS. اللي هو plane اللي تحت ده. طيب حلو جد. يبقى أنا عايز شايفين كده الangle اللي انا هعملها دي. بصوا كده. الangle اللي انا هعملها بالأزرق دي. اللي هي الangle دي تعالوا نسميها ثيرة. حلو جد. طيب. أنا عشان اجيب الangle دي والله انا عايز two length عشان استخدم واحدة من اللي احنا عارفينها اللي هي so ka two. طيب هل انا دلوقتي عندي اي لنث؟ لا والله الموضوع صعب قوي مش عندي اي لنث. طيب انا حاول اجيب two length. طيب بصوا كده اول لنث احاول اجيبه اللي هو اللي تحت اللي انا هعمله بالأزرق ده. هتلاقوه بكم بقيت زي اللي بر ده. تمام؟ حلو قوي. طيب حلو عارف اجيب حاجة تانية اه اعرف طبعا تعالوا كده نبص على حاجة حلوة جدا شايفين شايفين هنا كده شايفين ده في حاجة لطيفة جدا انا عارف الجزء ده بفايف وعارف ان القواة دي اللي انا سميها سي اوكي بتقسم لي بتبيسكت البي اس دي فدي كده هتبقى بتو بوين فايف ودي كده كمان بتو بوين فايف حلو يبقى الله ده عندي دلوقتي الهايبوتنس وعندي صايد عرف اجيب البي سي اه طبعا عرف اجيب البي سي اجيب البي سي ازاي والله البي سي دي عبارة عن صايد في في فبالتالي هتكون عبارة عن اي بي سي سكوارد هستغن الفايثيغرس طبعا هقول ان بي سي سكوارد ايكولز ايكولز الهايبوتنس سكوارد مينس الاسايدة سكوارد حلو كده يبقى انا هتطلع عندي بكم هتطلع عندي بخلينا نسابها زي ما هي كده نسميها بي سي سكوارد ونسابها بايتين بوين سيفني فايف حلو كده طيب حلو جد انا كده جبت اللي هو الجزء ده طيب تعالوا كده نشوف انا دلوقتي جبت ده كده بايتين بوين سيفني فايف اللي هو انا انا سميته بايتين بوين سيفني فايف طيب انا لسه برضو عايز اجيب الانجل طيب انا دلوقتي عندي ده بايت ماشي زي اللي برا اللي هو الاس او ده وعايز اجيب الانجل دي طيب احنا هنضحز ايه الانجل دي ايه اللي انا عارفه كده انا عارف الابزت وعارف الادجيسنت يبقى انا عارف ال او وال ايه اذا طيب ايه الترغنومتريك ريشيو اللي تساعدني اجيب الانجل من خلال ال او وال ايه الابزت والادجيسنت والله انا عارف ان توة اللي هي بتقول لي تان ثيرا ايكولز الابزت اوور الادجيسنت بس هنا انا عندي اللنث وعايز اجيبي الانجل فعمل ايه هقول تان نيجاتيف ون او تان انفرس بتاعة الابزت اوور الادجيسنت الابزت احنا جبناه بكام بسكوير روت بقى 18.75 على الادجيسنت اللي هو كام بايت تطلع لي الانجل بتاعتي بكام لو عملتها على الكالكليتر هتطلع لك الانجل تعالوا نسميها ثيرا او اكس او اي حاجة مش هتفرق تعالوا نسميها ثيرا فهتطلع لي ب28.4 اوكي كواس اشياء لطيف جدا وسهل ما فوش حاجة انت بس محتاج تبريكي داون اوكي